ويوم كانت الأمة في عزةٍ ومنعه كانت تستقبل الأكابر من علمائها ومحدثيها وحفظت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يعقوب لما قدم البخاري نيسابور استقبله أربعة آلاف رجلٍ ركبانًا على الخيل سوى من ركب الدواب الأخرى والرجالة لما قدم أبو عبد الله بخارى يقول أحمد بن منصور الشرازي نُصِبَت له القباب على فرزخٍ من البلد واستقبله عامة أهل البلد وليوم يخرجون لمن؟ يذهبون لمن؟ يجتمعون لمن؟ يحتشدون في استقبال من؟ أبو الهش أشغل العقول والأدمغة وهش تُقال للدابة لتنزجر وتنكفَّ وتتوقَّف وإذا كان أبا صابر ينزجر وينكف فإن أبا الهش لا يرعوي ولا ينزجر ولا ينكف ولا يزال يتهدد ويتوعد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهو يتلقى المصافحات والقبولات من المعجبات لا يستحي من الله ولا يخجل من نفسه أولئك كالأنعام بل هم أضل فإن الأنعام والدواب إذا كفتٍ كفت وإذا زجرةٍ زجرت وإذا نوديت جاءت وإذا أطلقتٍ طلقت وهؤلاء المتمردون لا دين ولا عقل سفاهة في تفاهة هرج ومرج وتصفيق ورقص هرج ومرج وتصفيق ورقص عباد الله لماذا تنحذر الأمة إلى هذا المستوى لماذا تنحذر الأمة إلى هذه الهاوية ولا بد أن يُحمد من كان سببًا في إيقاف مثل هذه المهزلة فإن المجتمع ولله الحمد فيه خيرٌ كثير وقد حصل من أهل الخير القيام في وجه هذا المنكر وكان من المسؤولين مشكورًا من أمر بإيقاف هذه المهزلة وإرجاع الفاسق من حيث أتى يا شباب كيف تكونون وعلى أي طريقٍ تسيرون هل سألتم أنفسكم من هو قدوتكم هل ناقشتم أنفسكم لماذا يحدث هذا هل تأمَّلتم في هذا الانحدار والهاوية التي يُساق إليها المجتمع عودوا بعون الله وتوفيقه إلى ما كان عليه أسلافكم شبابٌ ذلَّلوا سُبُل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينًا إذا شهدوا الوغى كانوا كُماتًا يدُكُون المعاقِل والحُصونًا وإن جُنَّ المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينًا شبابٌ لم تُحطِّمه الليالي ولم يُسلِم إلى الخصم العلينا وما عرفوا الأغاني مائعاتٍ ولكن العُلَى صيغَت لُحونا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابًا مُخلِصًا حُرًّا أمينًا وعلمه الكرامة كيف تُبنى فيأبى أن يُذلَّى وأن يهونه فالتأبَو الذُّل يا شباب الإسلام ولتأبَو الهوان يا فتيات الدين وليكن إذن ولتأبَينا الهوان يا فتيات الدين ولتكن نُصرة الدين هي هدفنا ورفعة الدين هو شغلنا والله تعالى ينصر من نصر دينه ويُوفِّق من أراد الخير اللهم اجعلنا على دينك يا رب العالمين حتى نلقاك اجعلنا به مستمسكين ثبِّتنا عليه حتى الممات يا رب العباد اللهم لا تفتِنَّا يا أرحم الراحمين ولا تُؤخِذْنَا بِمَّا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا يا رحمن يا رحيم اللهم اجعلنا من أهل الدين وحملة الدين يا أرحم الراحمين اللهم فقِّهنا في ديننا وقِّنا شرَّ أنفسنا اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد اللهم آمِنَّا في الأوطان والدور وأصلِحِ الأئمة وولاة الأمور واغفِر لنا يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله اشتركوا في القناة